فوق الخط الأحمر مع مقداد لحميدان لكن بدأ العمل من الآن وبدأ الصراء الانتخابي أيضا من الآن هناك حديث واضح وفي الأروقة السياسية عن تحالف بين السيد الحكيم وسيد البرزاني وسيد الحلبوسي يعني تحالف عراقي تحديدا وسيد البرزاني وسيد الحلبوسي وأيضا هناك حديث عن أو مسميات تطفو على السطح مجددا مسمى الباصل برتقالي يعبر عن جهة ماء والبطة السودة تعبر عن جهة ماء وهذا الترويج بدأ في الشارع العراقي بل وأصبح مثار سخرية لدى العراقيين ليش؟ لأنه للأسف الشديد الكثير اليوم من القوى السياسية تحاول أن توصل صوتها للشارع العراقي بهذه الطريقة المسيئة وما يعرفون أن هناك وعي واضح لدى الشارع العراقي خصوصا بعد أحداث 25 أكتوبر وثورة تشرين هذه الأحداث أعتقد أصبح أو كان لها الأثر الكبير في نفوس الكثير من الشباب العراقيين فأصبح وعي واضح الكتل السياسية ربما تعول على جمهورها القديم الآن الكتل اللي عندها تنظيم هذا بحث آخر هذا جمهورها ثابت لكن الكتل السياسية الجديدة التي تحاول أن تبرز إلى الساحة من جديد ربما تعول على نقطة واحدة فقط هذه النقطة الواحدة هي مفوضية الانتخابات والنقطة الأهم هي أنه إذا لم يتم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات هذا سيساهم في أنها تزور وفي هذا البرنامج أحد نواب دولة القانون ذكر أن هناك 3 مليون بطاقة ألكترونية سيتم استخدامها من قبل بعض القوى السياسية في تزوير الانتخابات القادمة كيف ستتعامل حكومة السيد الكاظمي مع هذه البطاقات وأيضا المواطن لا تزال لديه أزمة ثقة من كل هذه العملية السياسية مرفات مهمة سأناقشها مع ضيوفي الأستاذ ياد السماوي الكاتب والباحث السياسي أستاذ ياد مرحبا بك وحياة كارلا مرحبا بك أستاذنا العزيز دكتور المقداد وتحية لك ولضيفك الكريم حياك الله الشيخ الدكتور محمد نوري العبد الناب البرلماني السابق الآن ما أعرف وين تحديدا مع أي جهة سياسية ويلباص البرتقالي ويلبطة ما أعرف حياك الله شيخ محمد حياكم الله دكتور تحية لك ولمشاهدك الكرام ولمشاهدك الكريم أحنا وين من نكون نحن بديتش ما ردنا نأخذ الوقت مقدما بس كنا في تحالف وطني كما تعلم نعم في الدورة السابقة ولان ننتظر أيضا لنرى التحالفات من هي الأقرب لنا في الخط الوطني والشروع الوطني نعم نعم جميل خلي أبدي وياك ساذ أياد مرحبا بيك وحياك الله مساميات جديدة بدأت تطفى على السطح باس برتقالي وبطة وتوك توك وسايبة وربما تحالف الأبل يدخل على الخط ما نعرف هذه المسميات التي تحاول لفت انتباه الشارع العراقي كيف تعلق تفضل شكرا لك مرة أخرى بكتور مقداد وتحية لك ولمشاهدي قناتكم الأكار وتحية لضيفك الشيخ محمد والله يشوف خلق لك يعني الآن هذه المسميات هي تعبيرات استخدمها الشارع العراقي عن كتل سياسية واضح يعني التهكم من خلال هذه التسميات لا يحتاج إلى مزيد من العنا هذه التسميات هي يعني طريقة للتهكم والاستهزاء الحقيقة بهذه الكتل السياسية وأنا صراحة يعني أستاذ مقداد أكو بعض الأمور يعني لابد من شوية أن نعرج عليها قضية الانتخابات يعني نحن نتحدث عن الانتخابات وعن وكأنما يعني الانتخابات أصبحت واقعة يعني أنا أسألك سؤال أنت يعني تعتقد السنة أكون انتخابات أنا لازل هسا أنا يعني من المتابعين للشهر السياسي العراقي لازل حتى هذه اللحظة لا أعتقد بوجود انتخابات في هذه السنة سنة 21 يعني أنا هذه واحدة من الأمور اللي أقلك فيها يعني أنت هاي نقطة نقطة ثانية يعني أنا أقول كل زين إذا يعني استطاعت الحكومة أن تنجز جميع المهمات المطلوبة منها لإنجال انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وشفافة في موعدها المقرر كل زين يعني أنت الآن قبل دقائق أنت أشرت حضرتك أشرت إلى قضية مهمة جدا هي قضية البطاقة وموضوع البطاقة البيوماترية لحد الآن هذا الموضوع ما محسوم حتى هذه اللحظة مع العلم أنت تعرف كل الشعب العراقي يعرف أنه هناك بضعة ملايين من البطاقة القديمة الألكترونية المسمات بالبطاقة العمية وهذه من المؤكد أنها ستستخدم كما استخدمت بالانتخابات السابقة وبالتالي إحنا أمام يعني شكوك كبيرة بتحقيق انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة بسبب هذا الأمر هذا واحد هناك لحد الآن يعني قضايا مهمة أنت تعرف حضرتك دكتور أنه لا زال مجلس النواب لا زال لم يتوصل إلى اتفاق بخصوص التعديل يعني التعديل المهم لقانون المحكمة الاتحادية أنا أقصد مو القانون القانون اللي أقرر الدستور لا هذا ما راح يتفقون علي لا اليوم ولا بعد سنة ولا بعد حتى خمسين سنة يعني راح يتفقون علي ويسوون أنا أحكي لك على القانون رقم 30 لسنة 2005 اللي أصدر الدكتور أياد علاوي المسمى بقانون الانتخابات أنا أقصد هذا هذا تعرف الآن هذا القانون معطل بسبب ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا عندما ألغت المادة ثلاثة من هذا القانون وعطلت عمل المحكمة الاتحادية نحن صار تقريبا حوالي قريب السنتين يعني بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يصير سنتين البلد في فراغ دستوري البلد يعني نحن ما عندنا ما عندنا محكمة اتحادية أنت كيف تذهب إلى الانتخابات وحتى هذه اللحظة أنت يعني ما عندك محكمة اتحادية يعني منه اللي راح يصادق لك على نتائج الانتخابات هذه قصة يعني لحد الآن إحنا ما هيئنا مستلزمات لا موضوع البطاقة لا موضوع قانون تعديل قانون الرقم 30 سنة 2005 الخاص بالمحكمة الاتحادية قضايا أخرى مهمة يعني إحنا موضوع السلاح هذا السلاح المنفلت يعني أنت تتحدث عن انتخابات تريد أن تكون يعني الشارع العراقي عندما خرج وانتفض انتفض عليهم أن هو حتى من أجل يعني طالب بانتخابات يعني كيف راح تكون هذه الانتخابات في ظل هذا السلاح المنفلت إحنا ما ما أكو مشاكل حقيقية وهذا المال السياسي السلاح والمال السياسي وهذه ويعني موضوع البطاقة البيومترية فأنا الحقيقة دكتور مقداد أنا أشكك بيعني لحد الآن أشكك بأن هناك انتخابات ستجرى هذا العام نعم طيب خلينا أعود لك أنت ذكرت لي أن هذا تهكم واستهزاء بخصوص تسميات التحالفات وهذا لا أعتقد تهكما بل أن أغلب نواب سائروا كانوا يتحدثون عن أن رئيس الوزراء القادم هو سائق بطا ولكن سائق بطا ليس بالمعنى المتعارف عليه لدى العراقين لكن سائق بطا يحارب الفساد هذه نقطة نقطة الأخرى السيد محمد الكربولي في تغريدته دكتور مقداد كتب وداع عن الباصل برتقالي مصطلح البطة يعني مصطلح البطة هو هذا مصطلح ارتبط بحقبة زمنية ومفهوم واضح للعراقيين كلهم أما الآخرين يشتون يردون يفسرونه فهذه هم كيفهم هم أحرارة يعني بهذا الجانب نعم نعم وأما الآخر فالسيد الكربولي محمد الكربولي هو قال وداع عن الباصل برتقالي هو من قال كذلك فتدري العراقيين تهكموا من باب واحد ينزل صورة باص مكسر واحد ينزل صورة باص مدعوم هذا بقى تهكم العراقيين لكن بالحقيقة الكل أصر أن الباص يمضي بربانه وسائقه السيد رئيس البرلمان فهو ليس تهكما أنا قلت لك الحقيقة هم حتى اللي أطلقوا علي ما كانوا يعتقدون أنه هذا راح يصير مجال للتندر والسخرية بين العراقيين هذه المصطلحات الآن دكتور يعني أصبحت مجال للتندر والسخرية والاستهزاء بيها يعني الحقيقة لا أكو سايق بطة ولا أكو باص برتقالي يعني راح يوصلنا أنا صراحة أنا شوية متشائم يعني مع كل الأسف متشائم أنه أصلا بي بي حتى بي جدوى هذه الانتخابات لا أرى أن الآن في الأفق يعني أنا أتمنى أتمنى والله يا دكتور أتمنى أن تكون هناك انتخابات شفافة ولكنه أنا ما شايف هذه الانتخابات الشفافة والنزيهة والعادلة يعني في الأفق ما جاء أشوفها يعني هذا قلت لك أنا بالنسبة لي شوية ربما أكون متشائم حتى الآن يعني ما جاء ألمس من أوضاع يعني أوضاع على الأرض لا يعني خليك أنت تتفائل وتروح يعني أنا بالعكس أنا الوقاعة التي تدعو إلى التشاؤم يعني أنا ما شايف أنه الآن أكو أي ملامح لانتخابات نزيهة لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل هذا في ظل وجود هذه الميليشيات وهذه العصابات المسلحة وهذا التهديد وهذا يعني كيف واحد يروح ينتخب بحرية في ظل هذه الأجواء وفي ظل هذا السلاح وفي ظل هذا التهديد يعني طيب جميل سأعود لك نعم سأعود لك خلينا أنتقل لشيخ محمد نوري العبد ربه مرحبا بيك وحياك الله الساسة الشيعة عندهم البطة والساسة السنة عندهم الباص البرتقالي والساسة الكرد عندهم الطائرة الخاصة أما الشعب فإلهم الله هو الذي يتولاهم تفضل شكرا دكتور مرة أخرى تحية لك ولمشاهدكم الكرام ولضيفك الكريم الأخ الدكتور آياد الشعب أعتقد يعني على هذا الوصف نقدر نعتبره هو الشارع اللي ممكن أن تسير عليه البطة ويسير عليه الباص وتنزل عليه الطائرة أو تهبط عليه وبذلك عندما نكون بمستوى المسؤولية كشعب ومستوى الفكر وما يدور حولنا من أحداث سياسية نستطيع أن نقرر لكن في بعض الأحيان أيضا يقع هناك عتب ولوم على الشعب على الرغم أنه إذا ما نزلنا إلى العمق سنجد أنه مغلوب على أمر هذا الشعب لكن في كل اعتبارات وفي كل التاريخ إذا ما قرأنا وسمعنا أنه هو الشعب الذي يغير هو من يريد أن يغير الحال من مرحلة إلى مرحلة أخرى نحتاج إلى ثورة حقيقية لتغيير هذا الوضع والنظام السياسي الموجود في العراق إذا أردنا أن نتكلم عن نظام سياسي برراماني فهو موجود في كثير من البلدان وهو ناجح لكن طريقة الأداء التي يستخدمها السياسة العراقيين في إدارة هذا النظام هي طريقة فاشلة وإدارة فاشلة وأنا أعتقد السياسيين دائما ليس أعتقد أن هذا واقع الحال يبحثون عن مصالحهم ودائما يختارون تسميات وأوصاف لأحزابهم ولكتلهم السياسية حتى يستطيعوا من خلال هذه التسميات أن يتعاطف معهم الشعب أو نوعا ما تصبح فرد ميزة جديدة ممكن أن يتعامل بها مستقبلا الأخ أياد يمكن ذكر أنه نوعا ما إضحوك أو ما إلى ذلك لكن هناك من يقصد بهذه التعابير سواء من ذكر البطة وهناك من ذكر الباص يقصدون بهذه التعابير التعابير أرادوا بها إيصار رسالة إلى أنه نحن نمتلك هذا المعنى في فترة من الزمن أو في وقت محدد وسنعود بنفس الطريقة لم نتغير هذه الطريقة طريقتنا وهذه العجلة أو البطة هي بطتنا ونستطيع أن ننجز ما نريد أن ننجزه إضافة إلى تغريدة الكربون التي يتحدث عن الباص لم يتحدث عن أربعة أشخاص كما هي العجلة البطة يقودها شخص واحد لكن الباص فيه مجموعة من الأشخاص وممكن أن تسير ومدى متانة هذا الباص وإلى أين سيصل ومن مساعدين وذلك رسائل كثيرة ممكن أن تفسر في العمل السياسي من خلال هذه الأوصاف نعم نعم طيب نحن الآن مقبلين على بداية تشضي داخل تحالف القوى العراقية هكذا تقرأ خصوصا أنت ربما قريب لهذه الأجواء أجواء التحالفات السنية بداية انشقاق مقبلين على انشقاق فعلي في بعض الأحيان هناك انشقاقات تكتيكية ممكن أن تستخدم نعم لأغراض مصلحية مستقبلية وترسل رسالة الأخيرة على أنها انشقاقات وفي بعض الأحيان تكون هناك انشقاقات حقيقية أنا في تقديراتي لم نصل إلى مستوى الانشقاقات الحقيقية أو لا توجد انشقاقات حقيقية لحد هذه اللحظة قد تكون هذه الانشقاقات هي انشقاقات تكتيكية لمراحل مستقبلية وإلا من غير المنطق أنه اليوم أنا أبني أساس متكامل وأتعب عليه خلال سنوات قد تصل إلى ثمان سنوات أو سبع سنوات وأأتي في لحظة من اللحظات أترك هذا البناء وهذا التعب اللي تعبته لكن عندما تكون هناك مصالح لتباعد ومصالح للتراشق ومصالح للنزول بمناطق مختلفة ودوائر مختلفة من الممكن أن تكون هناك مصلحة مستقبلية ومن الأفضل أن أرسل هذه الرسائل هذا أنا وجد نظري أتحدث في تقديرات لن تكون هناك انشقاقات حقيقية بحيث يتم الفصل بين هذا التحالف وذاك التحالف أو هذه الكتلة وتلك الكتلة على الأغلب الجميع واقعين تحت قسم تحت مطرقة وقسم بإرادة واقعين ضمن هذا التحالف وأن يستطيعوا التخلي عن هذا التحالف وشاهدنا قبل اليوم قسم من هذه الانشقاقات وإلى أي مدى وصلت وكيف وصلت وكيف عادت ولذلك أنا أعتقد هذه كلها انشقاقات تفتيكية لا أكو نقطة أهم جدا انسحاب محمد الكربولي ربما يهمهد لانسحابات نيابية قادمة أخرى ويقال أن هناك زعل كبير لدى بعض النواب في تحالف القوى أو تحديدا الباص البورتقالي وربما أنت وصلتك علوم حقيقة الخلاف بين السيد الكربولي والحلبوسي أكيد يعني مثل ما وصلتني وإذا ما وصلتك فورا الحلقة خابرة أتحالف لك يا عام لا وصلتني لكن من أسس الباص المرتقالي لا تنسى دكتور هو محمد الكربولي وكان مؤسس وفاعل كبير جدا في تأسيس هذا الباص ولا يمكن أن تخلي عن هذا الباص بهذه السؤولة حتى وإن حصلت هذه الثلافات التي تعلمها وأعلمها لكن قد تكون لفترة معينة أنا في تقديراتي الشخصية وبحكم قربي سابقا وفي بعض الجلسات وأنا أعتقد الخلاف بين تحديدا الشخصين لن يكون طويلا القرب فيما بينهم أكثر من الخلاف فيما بينهم قد يختلفون في بعض المفاصل لكن يجتمعون في مفاصل كثيرة وكبيرة جدا يعني ما يجمعهم هو أكثر مما يفرقهم هذه المرة من الممكن أن يكون هناك نوع من الزعل الشديد أو العتب الشديد أو ما إلى ذلك لكن إذا ما نظرنا إلى المدى البعيد أنا أعود وأقول في تقديراتي الشخصية لن يكون هناك خطان سيكون هناك خط واحد حتى وإن نظرنا إليه كسياسي وكمجتمع على أنه هناك خطان لكن في واقع الحال هو خط واحد مهما اختلفوا ومهما حصلت مشاكل فيما بينهم لكن هناك من يجمعهم وأنت تعلم أيضا وأنا أعلم مدى العلاقة المتينة والمصالح المشتركة بين الطرفين نعم لا لا أنا أقول لك إياها الوضع فعلا واصل إلى حد الزعل وإلى نقطة لا عودة حقيقة وربما واصل إلى أكبر من ذلك طيب خلينا أنتقل الأستاذيات بعد أن أعود لك ننتظر والأيام بيننا دكتور أنا أنت رجل إعلامي قريب صح لكن الجماعة يعني خلي أقول لك طب خينها سوا فما صعب صعب جدا يعني يأتي الوقت اللي ممكن أن يعودون إلى بعضهم لا أخليك بالصورة شيخ محمد ويأتي الوقت الترضية اللي تحصل بيناتهم نعم خلي أخليك بالصورة كان من المؤمل البارح أن يكون وياي السيد محمد الكربولي في لقاء ثم أجل اللقاء لمدة يومين لا أعلم ما هو السبب خلي أعود للأستاذ ياد وعدين أعود لك أستاذ ياد ممكن أن نشهد تحالف بين الباس والبطة فعليا بعيدا عن التكتك طبعا أكيد لكن بين الباس والبطة ممكن أن نشهد تحالف وبهذه الحالة الباس والبطة هم من سيشكلون الحكومة القادمة لأنهم سيصبحون أقوى تحالفين بل هم أقوى تحالف أقصد تفضل شكرا دكتور هذا رأيي مهم أنت قبل الحلقة اتصلت علي فقلت لي يمكنك وهيش تحارف فقلت خلى سئلك لا أنا طرحت البارحة طرحت في قناة دجلة ساعة تسعة كانوا الأخوة الضيوب قلتم أنا والأخت الفاضلة سيدة سحافية قرأت رسالتي عليهم على الضيوب قاتلوا أستاذ أياد السماوي يرى أن تحالفا وهذا سجلها للتاريخ أن تحالفا سينبثق بين البطة والباص البرتقالي لتشكيل الحكومة القادمة وأنا رح أطيك لأسباب يعني أنا جايك ورح أقل لك ليش مثل هذا التحالف هو التحالف الوحيد اللي الآن يمكن أن تكون ملامحة واضحة ورح أقل لك ليش سجايك بس قبل لا يعني أدخل في هذا الموضوع المهم جدا أكو لابد من بعض الأمور لازم أريضا أوضحها إلى الرأي العام العراقي حول حول الانتخابات وطبيعة قانون الانتخابات الجديدة أنت أستاذ مقداد ربما الكثير من العراقيين ما يعرفون هو أنت راح تدخل إلى الانتخابات وتخرج من الانتخابات ب 329 قائمة عندك راح تكون عندك 329 قائمة وبالتالي أنت بعد ما هاي بعد ما يعلن ويصادق عليها يعني لأن أنت ما راح تدخل على هيئة قوائم أنت راح تدخل الانتخابات بشكل فردي إحنا نحن انتخابات فردية عندنا وكل واحد هو يدخل ماكو قائمة راح يدخل فرد وبالتالي إحنا أمام 329 قائمة فذول راح هم بعد ما تطلع نتائج الانتخابات ويصادق عليها من قبل المحكمة الاتحادية تبدأ مرحلة تكوين الكتل الكتلة الأكبر وتبدأ مرحلة يعني فهنان أنا ما أعتقد الآن يعني يعني أنه الآن ممكن تقديم صورة واضحة عن هذه التحالفات وما ستنتجه هذه الانتخابات يعني هناك متغيرات كثيرة وظروف يعني متغيرة باللحظة واللحظة يعني لكن لكن أنا أقدر أقول لك يعني أنه من السابق لأوانة الآن تحديد طبيعة أي من هذه التحالفات هذا كل كلام سابق لأوانة بكثير يعني إحنا قد الأمور تتغير بين لحظة ولحظة بين ساعة وساعة بهذه يعني هالشكل يعني إحنا وتد تشوف بعينك يعني هنا إحنا عندنا التحالفات ما مبنية على أساس فكري أو على أساس أيديولوجي أو على أساس برامج مشتركة نحن تحالفاتنا اللي بالعراق هم من يعني يعني فداء منذ على أساس مصلحة مصالحي كلها بالضبط بالضبط كلها يعني كلها قائمة على يعني مو بس المصالح المصلحة الشخصية والأمزجة الشخصية أيضا كلها تتلعب دور نحن تصور عندنا يعني على أساس برامج سياسية مثل ما موجود في كل العالم يعني لا ما عندنا هذا الأمر يعني فعليه خلي أرجع نعم أنا قلت لك ربما وهذه أنا البارحة طرحت يعني هاي وجهة نظري الآن ربما أنا الشخص الوحيد اللي أنفرد بها وهذا رأي يعني بالموضوع الشكل أنا شوف أنه التحالف الوحيد الممكن والأقرب هو تحالف البطة مع الباص البرتقالي أنا شايف الشكل وإذا قلت لي ليش راح أقول ليش 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 طيب بس دقيقة قبل ليش أكو تحالف عراقيون والبارزاني والسيد الحلبوسي كلها وحشيت لك كلها سابقة لأوانها طيب هسا رجع لي ليش البطة والبرتقالي تفضل أنا أنا تحديدا جاي أقول لك أنا حشيت لك قلت لك هذا كلها يعني تكهنات سابقة لأوانها قد تحدث أنا شخصيا يعني أنا شخصيا أقدر أنه التحالف الممكن الوحيد الذي سينبثق بعد إعلان نتائج انتخابات هو تحالف البطة والباصل البرتقالي وراح أقول لك ليش خلييني شوي أستطرد بحديثي فاضح أنت تعرف أنت تحالف البطة يشكل تهديد خطير لكل الكتل يعني الكتل الشيعية والكردية والصنية عدا 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 يعني عدا تحالف الباص البرتقالي ما يشكل إلى تهديد يعني وكذلك الباص البرتقالي أيضا يشكل تهديد بالنسبة لأغلب التجمعات والكتل السنية يعني الأحزاب القوى السياسية السنية وبالتالي أنا أشوف كل من الباص البرتقالي والبطة له مصلحة له مصلحة بالتحالف مع الطرف الآخر وبالتالي هما تتجري يعني بالنسبة اليوم اللي هم جماعة البطة يعنون أنه يعني راح يحصلون على مئة مقعد أو أكثر من هذا العدد طبعا هذي أحلام وأكو أحلام العصافير يعني واحد يقعد يحلم أنا راح أحقق هالقيد يعني أنا أحتي لكيها وهي مسجلها يمك للتاريخ أكبر تكتل وأكبر تكتل سياسي وأكبر حزب سياسي ما راح يجيب أربعين مقعد في الانتخابات القادمة وهي خليها يمك يعني للتاريخ يعني يعني سائرون ما يجيبون تسعين أنا 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 حجيت بالشكل عام قلت لك أكبر تكتل وأكبر حزب ما راح يجيب أربعين مقعد وهي خليها يمك للتاريخ خلي أرجع خلي أرجع لك سريع على مدواقة شيخ محمد تفضل نعم بس بس هاي أكملها هم يتوقعون ما راح يجيبون مية وجماعة الباص البرتقالي هو يعتقد أنه يعني بالهاي الأموال والموقع والبطاقات والبطاقة العمية اللي عنده ها يعتقد أنه هو راح يجيب لفد خمسين مقعد وبالتالي الأخ يجيب مية والأخ هنا يجيب خمسين فبقى تخمسة عشر مقعد مو مشكلة يعني هاي تتجمع منا ومنا ومنا هاي الخمسة عشر يجون يعني يشكلون الحكومة بالتالي يشكل حكومة أنا أعتقد هذا هو الخطر الحقيقي والآن يواجه كل الكتل السياسية على البطة والباصب التقالي هم فعلا يواجهون خطر حقيقي وهنا لك لا أحد سيسمح لا للبطة ولا للباصب التقالي أن يعود لتشكيل الحكومة القادمة نعم طيب جويس أعود لك شيخ محمد خلي أعود لك أكو حديث مؤخرا عن تحالف بين السيد الحكيم والبرزاني والسيد الحلبوسي والآن أستاذ أيات طرح فكرة وإمكانية أن يكون هناك تحالف بين البطة والباص البرتقالي وذلك لأن أغلى غالبية القوى الشيعية تخاف من البطة أو من تحالف البطة تحديدا وأيضا غالبية القوى السنية تخاف من الباص البرتقالي فكلاهما لا يشكل تهديدا إلى الآخر فممكن أن يتحالف شنو رأيك تفضل يعني إحنا يجب أن نميز ما بين التحالفات قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات بعد الانتخابات كلها ستسعى كلها راح تكون قريبة على بعضها لغرض تشكيل الحكومة ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية فلا معنى من التحالفات بعد الانتخابات نتحدث عن التحالفات القبل الانتخابات التي هي أهم من تحالفات بعد الانتخابات تحالفات قبل الانتخابات أنا أعتقد صعب لطرحت جنابك أنه يكون هناك تحالف بين سيد الحكيم والحلبوسي وسيد البرزاني لكن من الممكن أن يشكلون هذا التحالف بعد الانتخابات بتوافق سياسي مستقبلي وهذه خطوة طبعا أنا حتى أيضا أحتيها بصراحة هناك نية لتشكيل التحالف التحالف إذا أردنا أنه سميما يؤمن بالقانون أو بالدولة وضد التحالف الذي يعتبر خارج نطاق الدولة أو التحالف المسلح إن صح التعبير تحالف مسلح بتحالف غير مسلح يعني هناك نية لدى كثير من الأحزاب تناقش هذا الموضوع ومتداول هذا في الأرويق السياسية بعض الكتر السياسية الشيعية تحديدا تريد أن تمضي بهذا التحالف المشكلة وين بصراحة التحالف إذا ما أردنا أن نذهب إلى ما يسمى بالتحالف الوطني أو القائمة الوطنية نحن أصحاب تجربة في هذا الموضوع كما تعلم ويعلم ضيفك الكريم والمشاهدين يعلمون دخلنا في تجربة وطنية لكن هذه التجربة الوطنية دفعنا بها ثمن كبير جدا بصراحة لم نستطع أن نحصل على أي استحقاق أو أي منصب تنفيذي سواء من مدير عام صعودا على الرغم من أنه أقل من عندنا كانوا عدداً وأقل من عندنا أصواتاً وأقل من عندنا تأثيراً سياسياً حصل على مناصب تنفيذية استطاع من خلال هذه المناصب التنفيذية أن ينفذي للجمهور أن يقدم سواء عن طريق الوزارات أو الوكالات وما إلى ذلك من تفصيلات أخرى ففي تقديرات الشخصية لن يكون هناك تحالف سني شيعي في الوقت الحاضر إلا إذا كان على لطاق واسع يعني لا أعتقد هناك من الكتل السنية ترغب أن تدخل في تحالف شيعي مستقبلي في الوقت الحاضر تماماً يعني الكل رافضين هذه الفكرة إلا إذا كان هناك تحالف واسع يضم مثلاً خمس شخصيات أو ستة على سبيل المثال ثلاثة سنية ثلاثة شيعية من الممكن أن يكون هذا التحالف أما على مستوى الأشخاص لا أعتقد وأستبعد جداً أن يحصل مثل هكذا التحالف الذي ذكرت أنت جنابك أعيد وأقول من الممكن أن يكون بعد الانتخابات لكن هي التحالفات المهم أن تكون هي قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات من سيحصل على المقاعد الأكثر سواء في الجانب الشيعي أو في الجانب السني هو من سيحدد من هو رئيس الوزراء يعني وإذا مثلاً خرجت النتائج بأنه لم يحصل الأخل في التيارة الصدري على الأغلبية هل تستطيع أن تشكل حكومة على اعتبار أنهم هم راغبين بتشكيل الحكومة ورئيس الوزراء من أعدهم هل سيطعنون بنتائج الانتخابات أم سيقبلون بهذه النتائج وهذا الحال ينطبق على الآخر ولذلك أنا أعتقد اللي يهتم في الشأن في الوقت الحاضر يهتم في تشكيل الكتلة الأكبر قبل الانتخابات وليس بعد الانتخابات طيب عندي نقطة مهمة الجبهة العراقية وين رايحة بصراحة منه من التحالف أو من القوى السنية سيكون شريك للتحالفات المسلحة في الانتخابات القادمة يعني معلومات الجبهة العراقية لم تعود هناك جبهة عراقية عادت أحزاب وكتل سياسية يعني تعلم مثلا كان هناك الجماهير كان هناك بعض النواب الإنقاذ وما إلى ذلك من تسميات مثلا المشروع العربي كلهم هؤلاء كانوا تحت الجبهة العراقية في وقته الآن لا الجميع إذا صح التعبير انفرط العقد وكلا ذهب بتحالفات جديدة مع شخصيات جديدة ويبحث الآن أيضا عن تحالفات أخرى داخل البيت السنية والمكون السني والأحزاب سواء القديمة أو المشكلة حديثا الكل تبحث عن هذه التحالفات في تقديراتي لا أعتقد الآن أيضا أعيد وأكرر أن يذهب مع جهات مسلحة لكن بعد الانتخابات من الممكن من ذهب في هذه الفترة مع الأحزاب والفصائل المسلحة من الممكن أن يذهب مرة أخرى ومن لم يذهب لن يذهب أنا في تقديراتي الشخصية في المرحلة القادمة أيضا قد تكون بعض الأحزاب وليس جميعها بعض الأحزاب والكتل ستذهب أيضا مع جهات المسلحة لكن إذا ما ذهبت في هذه الفترة لأنه نكون واضحين وصريحين في هذا المجال كانت الحجة أنهم ذهبوا مع الجهات المسلحة لغرض إخراج بعض فصائل الحجد التي تتجاوز على بعض مناطق لإخراجها من هذه المناطق لكن لم يستطعوا إخراجها وبذلك ستكون هذه حجة عليهم حتى في الانتخابات القادمة وقد يخسروا كثير من جمهورهم إذا ما تم محاجتهم بهذا الموضوع نعم طيب ذكرت لي أكو تحالف مسلح بفعلاً أكو الآن الناس تميل إلى موضوع التحالفات المسلحة هتدري إحنا صار عندنا وعي خصوصاً بعد أحداث أكتوبر 2019 والناس صار أكو تغيير بصراحة يعني مو مثل التفكير الأول فأم تحت تأثير السلاح السياسي سنرى مقاعد للجماعة المسلحة لا هو الآن موجود يعني هو الآن موجود لدينا مقاعد لفصائل والجهات المسلحة موجود حالياً في هذه الدورة ونواب كثب أدري موجود بس خب ما يصير كثير الزاب السياسية في الأصل هم لا ممكن تكون أكثر في المرحلة القادمة لا شوف أنا حتى أعود إلى موضوع معين الجزمات طرقت لما سألت لنت أولاً أنا أقول لك انتخابات ماكو في عام 2021 أتفق مع الأخيات وأنا دائماً أتحدث في هذا الموضوع من زمان حتى قبل سنة أتحدث في هذا الموضوع أنه لن تكون هناك انتخابات إلا في عام 2022 لدينا بعض المعطيات التي تؤكد كلامنا مثلاً ومنها أولاً قسم من الأحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد في عام 2018 لن تحصل على نفس المقاعد في عام 2022 أو 2021 إذا ما أجرت الانتخابات ولذلك هم يحاولون أن يستغلون الدولة ويحققون كل المكاسب التي لديهم خلال هذه الفترة هم غير جادين نعم قد يعلنون في الإعلام قد يكون هناك دعاية لكن في واقع الحال وفي الغرف المظلمة الأغلب لن ترغب بإجراء الانتخابات المبكرة إذن خسارة هذه الكتل السياسي أو احتمال خسارتها في المستقبل لا تؤيد إجراء الانتخابات المبكرة نعم إذا ما ذهبنا إلى أيضاً موضوع المحكمة الاتحادية يكون عائق لكن ليس عاقب الكبير العائق الكبير واللي بصراحة لن يمضي هو موضوع حل البرلمان لن تجرى الانتخابات المبكرة إلا بحل البرلمان من له الصلاحية بحل البرلمان البرلمان نفسه إلا صلاحية في حل البرلمان في تقديرات الشخصية أنا أيضاً أتحدث لن تحصل على الأغلبية بحل البرلمان يعني لا أعتقد أنه هناك يعني منية حقيقية لحل البرلمان يعني عضو البرلمان الآن يحل نفسه على إيش ليش يصوت على حل نفسه شينه الدوافع شينه الأسباب يعني قد أكون مقفوز أنا في الدورة المقبلة طيب ليش ضحي بسنة أو أقل من سنة أو ثمانة أشهر من دورة الانتخابية ولذلك هذه النقطة الجوهرية المهمة اللي قد يكون الأغلب هو من تبهله لكن أنا أقول لن يصوت البرلمان على حل نفسه قد تكون هناك كتلة وكتلتين لكن في العموم لن تكون هناك الأغلبية لموضوع حل البرلمان وإذا لم يحل البرلمان إذا لن تكون هناك انتخابات مقبلة التحالف اللي ذكرته أنا ما ذكر التحالف مسلح هناك بعض الكتل المسلحة هناك من يرغب بأن يكون هناك التحالف يعني مناهض أو موازي للفصائل أو الأحزاب أو الكتل المسلحة لكن هذه الكتل المسلحة أن تتفق فيما بينها أنا أقول لك لا من الممكن أن يتفق الطرف الآخر اللي هو غير مسلح من الكتل والأحزاب السياسية لكن أن تتفق الكتل المسلحة أنا أقول لك صعب جدا أن تتفق فيما بينها وأن تشكل تحالف الكتل المسلحة من ضمنها البطل سريعا أعود الأستاذيات من ضمنها البطل أو لا الحديث هو الجهي لا لا الشيخ محمد عملوا استعراض نعم راح أعود لك شيخ محمد عملوا استعراض في بغداد يعني سيطروا على بغداد وهذه رسالة إلى أنه لديهم القوة العسكرية الكافية أنه يسيطرون على البلد بهذه الطريقة طيب سأعود لك أستاذ أياد أكو انشقاقات تكتيكية وأكو انشقاقات حقيقية ما اليوم ما يضرب البيت السني خلي سميه أفضل بعدا عن الباس وكذا لأن بصراحة يعني صار عدنا يعني ازاز من هذه المسمعات ما يضرب البيت السني اليوم من انشقاقات هل هي تكتيكية فعليا أم حقيقية حسب معلوماتك خصوصا أنت سربت معلومات اعتقال أحد الإعلاميين وكانت المعلومة حقيقية ولكن كانت قبل يومين والرجال طالع بكفالة فضل أستاذ مقداد أنت تعرف أنا يعني متواصل يعني في هذا الشأن هذا الموضوع حتى قبل تشكيل الجبهة العراقية وبعد تشكيلها والحقيقة يعني أنا تربطني علاقات أخوية وصداقية مع الغالبية العظمى من أعضاء هذه الجبهة وأنت تعلم بذلك يعني أغلبهم أصدقاء أعزاء ودي علاقة طيبة معهم يعني وأنا يعني حتى كنت دائما أقول العضو الآخر في هذه الجبهة عموما أرجع لك يعني لسؤالك صراحة هذا هو اللي رح يصير واللي أنا متوقعة أنا أتوقع كل الأحزاب والقوى السياسية السنية ستتوحد في مواجهة حزب تقدم اللي يترأس رئيس مجلس النواب العراق محمد الحلبوسي هذا هذا شيء متأكد من عنده يعني ومتأكد أن أيضا كل القوى الشيعية ستتوحد لمواجهة كتلة سائرون السائرة نحو رئاسة الوزراء والتي استحوذت الآن هي يعني تقريبا هذه الكتلة كتلة سائرون الآن هي استولت على كامل الدولة العميقة على ما يسمى بالدولة العميقة سيطرت على كل مفاصل الأمن الاقتصاد كلها سيطرت عليها وبالتالي هناك هناك أكو حالة يعني لإيقاف هذه الكتلة وبالتالي أنا هذا اللي أتوقع لما قلت لك أنه أنا أتوقع أكو يعني هذا التحالف الوحيد اللي ممكن أن أتوقع هو لهذا السبب حزب تقدم يواجه معارضة سنية من الغالبية العلمة من القوى السنية أيضا اللي هي تشكل الجزء الأكبر من البيت السني وكذلك بالنسبة لسائرون أيضا وإذا ما ضفنا العامل العامل الإقليمي والعامل الدولي أنا أعتقد أنه هي راح تساهم في حقيقة في هذا الاستقطاب السياسي الجديد يعني أيضا إذا ما ضفنا هذه العوامل العامل الدولي والعامل الإقليمي أنت تعرف أيضا يعني هذا يلعب دور أساسي وبالتالي سيشكل أيضا سيكون له بالأحرى وجود وتأثير قوي على سير الانتخابات وتوجيه الرأي العام بهذا الأطار يعني نعم طيب ذكرت أن أغلب القوى السنية ستتوحد أمام السيد الحلبوسي وأغلب القوى الشعيسة هاي توقعات دكتور مقداد هاي توقعات الشخصية أنا أشوف توقعات أقرب للواقع أستاذ أياد أتتعرف أتتعرف يعني تحالف القوى العراقية تحالف يعني خليط غير متجانس والغالبية العظمى من أعضاء هذا التحالف في الحقيقة هما يضمرون يضمرون في داخل أنفسهم بالضد من رئيس التحالف سيد رئيس مجلس النواب وهذا حقيقة يعني معروفة أنا عندي معلومات بهذا الجانب أغلب أعضاء هذا التحالف حقيقة هما يعني يعني مجبرين على البقاء في هذا التحالف مجبرين لأسباب أسباب تتعلق بالتهديدات ويعني من هذا الأمور التي تعرفها أنت ويعرفها رأي العام أنا أعتقد يعني الكثير من أعضاء هذا التحالف سيخرجون بعد الانتخابات لم يعودوا لهذا التحالف هاي وحدة ولذلك لما أقل لك أنا يعني توقعاتي قائمة على هذا الأساس أنا أعتقد أن تحالف السيد أو حزب تقدم الذي يترأس هو السيد رئيس مجلس النواب لن يحقق نتيجة كبيرة في الانتخابات القادمة حتى يعني لا تتصور هو على أساس على اعتبار أنه هناك المال السياق الطموح الطموح 40 مقعد يجيب 40 مقعد لا لا أنا ما أتوقع يجيب حتى 20 مقعد وهذه همسة جدا لا أعمك للتاريخ هو يتوقع أنه المال السياسي يعني إذا جاب هاي 20 كسيرة ساذياد 20 كسيرة كسيرة 20 ما أسمع أنا جاي أقول لك حتى هذا رقم مبالغ به 20 مقعد مبالغ به يعني السيد الحلبوسي لا أعتقد أنه سيحقق نتائج والله الانتخابات السابقة والظروف التي رافقت الانتخابات السابقة لن تتكرر يعني حتى هذه قصة من البطاقات البيومترية لا أعتقد أن الشعب العراقي سيوافق على دخول الانتخابات بهذه البطاقات لأنه الآن كل العراقيين يعرفون أن هناك كتل سياسية تحتفظ بملايين البطاقات تريد تستخدمها لتزوير عملية تزوير العملية الانتخابية وهذا غير ممكن هذا غير مسموح به لا يمكن أن يتم هذا الأمر أنا حجية حجية في يوم من الأيام أخبرني شخصيا أخبرني السيد أبو مازن أحمد الجمهوري إليه شخصيا أخبرني بهذا الرقم قال لي أنا لعد ما طراحت عليك قلت لأنا وصلتني معلومات أن سيد محمد الحلبوسي يحتفظ بـ 300 ألف بطاقة من هذه البطاقات العامية رد علي سيد أحمد الجمهوري ويسمعني الآن وأنا جاي أتحدث لكل الشعب العراقي رد علي قال لا أستاذ أياد التغلطان 500 ألف بطاقة يحتفظ بها سيد محمد الحلبوسي من هذه البطاقات المسمات بالبطاقة العامية وبالتالي ناهيك عن كتل سياسية أخرى والظروف التي رافقت الانتخابات السابقة لن تتكرر العراقيين الآن يريدون انتخابات شفافة بشكل حقيقي نجيها بشكل حقيقي جميل سأعود لك ساذ محمد سريعا ربما تتوحد القوى السنية فعليا ضد التحالف أو ضد الباص البرتقالي تقريبا والسؤال الأهم أنت ذكرت أن الجبهة العراقية تفككت وأكثر من نائب عن الجبهة العراقية استضفتهم هنا هنا في البرنامج وقالوا لي بأنهم سيأخذون الانتخابات موحدين كجبهة عراقية تفضل يعني فيما يخص سؤالك الأول نعم أنا أتوقع ومشكل كبير جدا ستكون هناك جبهة عريضة سواء قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات فيما يخص الباص البرتقالي ومثل ما تفضل أستاذ آياد وأنا قبل ذكرت لك كثير من الموجودين حاليا هم خاضعين لضغوط في بعض الأحيان ونسمع من عدهم طبعا هذا الكلام يعني مو يعني منفرغ من المتحدث لكن يمكن الظروف الآن هي اللي مخاليكم شاهد من المتحدث مع أغلبهم بهذا الخصوص أنا متحدث مع أغلبهم بهذا الخصوص كلهم متعرفين كلهم الجبهة العراقية أنا معلومات الجبهة العراقية مثلا الأخ أستاذ أسامى النجي نعم السابع يا تفضل لا أنا قلت للي شيخ محمد أخبرت شيخ محمد أنا قلت لأنا متحدث مع الغالبية العظمى من هؤلاء هما أعضاء أعضاء فاعلين في اتحاد القوى وكلهم يضمرون نوع من يعني من يعني الضغينة شل سميه من حالة عدم الارتياح أو حالة عدم الرضا من وجودهم ويأكدون أنهم مجبورين على وجودهم من تحالف اتحاد القوى نحكيها نحكيها بالخط العريض قول العداء علش يعني قول العداء لا ضغينة ضغينة واضحة أنا أعرف ضغينة واضحة تفضل شيخ محمد سريعا لأن وقت انتهت تفضل فيما يخص الجبهة العراقية دكتور مقداد نعلم أنه الجبهة هي سيد وسامن جيفي والشيخ خميس الخنجر وكثير من أبو مازن يعني أبو مازن اليوم مع الحلبوسي الأخ سامن جيفي رح يدخل انتخابات بالإنقاذ بجبهة الإنقاذ والشيخ خميس الخنجر أيضا عنده مشروع العربي وعنده التحالفات وهكذا هذه هي الجبهة العراقية اللي نعرفها إذا أكون غير جبهة ما أدني أنا تحدثت عن هذه الجبهة اللي أعرفها يعني ما أعرف إذا كانت تقصد أنت جنابا غير جبهة بس هذه اللي أعرفها اللي تشكلت الآن هي بهذه الطريقة يعني قسم رجعه مع السيد الحلبوسي أبو مازن وجماعة مثلا وقسم من الآخرين وأبو أستاذ سامن جيفي رح ينزل لن يطيل البقاء الشيخ محمد لانتخابات الجبهة الإنقاذ وخميس الخنجر أبو مازن وجماعة لن يطيل البقاء عند السيد الحلبوسي ويمكني أيدني أستاذ ياد مئة بالمئة صحيح كلامك لا لا حاليا يطيلون البقاء إلى إجراء الانتخابات ومن بعد الانتخابات لكل حادث حديث نعم ربما سأسرك بسر بعد الحلقة أتصر عليك وأسرك بسر خليني أشكر للشيخ الدكتور محمد نوري العبدرب النائب البرلمان السابق وأيضا السادة ياد السماوي الكاتب والباحث السياسي لكن سؤال مهم ذكره الشيخ محمد العبدرب قال المحكمة الاتحادية ليست بالعائق العائق هو حل البرلمان شو تقول السادة ياد بنصف دقيقة لا لحد الآن عائق لحد الآن عائق تشكل عائق ولحد الآن القوى السياسية لم تتفق وحول نقطة أساسية تتعلق بشخص رئيس المحكمة الاتحادية هناك أسرار من بعض القوى السياسية على إعادة متحة المحمول لرئاسة وهذا الجانب يتعارض مع الدستور ويتعارض مع قانون مجلس القضاء الأعلى ومع الدستور أساسا أكو خلاف عميق حول هذه النقطة شكرا السادة ياد السماوي الشيخ محمد العبدرب شكرا لكم وأنتم أحبتي الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة نراكم شكرا جزيلا أدنها ومعطاد الحميدان يترككم بحوظ الله ورعايته في أمان الله